مشاهدين أهلا بكم وللوقوف على آخر التطورات والمستجدات الأمريكية معنا مراسل الحرة من البيت الأبيض هشام برار ومن البنتاجون وفا إجباعي مرحبا بكم هشام أبدأ معك ما الجديد هذا اليوم تركيز من جانب الرئيس الأمريكي اليوم على الشانية الاقتصادية لسيما أن اليوم الجمعة الأول من الشهر يكون هو موعد تقرير الوظائف للشهر الماضي تقرير الوظائف لهذا الشهر يشير إلى استحدات 253 ألف وظيفة في الشهر الماضي وهو ما جاء أكثر من التوقعات بكثير التي توقعت استحدات 188 ألف وظيفة فقط ماذا يعني ذلك بالنسبة للرئيس الأمريكي يشيد وبنجاح سياسته الاقتصادية في خفض معدل بطالة إلى 3.4% معدل فريد من نوعه منذ حوالي أربعة عقود على الأقل وفي نفس الوقت هذه الأرقام تعقد أيضا مهمة الاحتياطية الفيدرالية الذي قرر هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أخرى ليصل إلى 5.25% للمرة التاسعة يقوم بهذه الخطوة منذ بدء هذه المقاربة للحد من جماح التضخم وارتفاع الأسعار معدل التوظيف المرتفع وإن كان يرحب به البيت الأبد لأنه يشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير بحيوية وبنشاط قوي ما يزيد من حدود الوقوع في الركود الاقتصادي بسبب حال التضخم وارتفاع الأسعار وخطوة الاحتياط الفيدرالي هي من أجل الحد من تلك الأسعار وهنا تكمل المعادلة الصعبة ما يرجح عن الاحتياط سيلجأ مرة أخرى ربما إلى رفع سعر الفائدة أي كلفة الاقتراض من أجل الحد من نشاط النمو الاقتصادي والحد من حضود الوقوع في ركود أو كساد اقتصادي هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي أتت أيضا قبل أيام ومثلتها المقبل سيلتقي مع قيادات الكونغرس لمناقشة خطط رفع سقف الدين هناك جدل وهناك جمود في المفوضات بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي مع الجمهورين بالتحديد حول كيفية رفع سقف الدين الجمهوريون يشترطون خفض الانفاق الرئيس الأمريكي يرى أنها أزمة مفتعلة وأن رفع سقف الدين يجب أن يكون منفردا وبمعزل عن النقاش عن خفض الانفاق الفيدرالي يوم الثلاثة يمنح الرئيس الأمريكي والمشرعين الأمريكيين فرصة لتجاوز هذه الأزمة قبل أن تقع الولايات المتحدة في تخلف عن سداد ديونها وفقا للتوقعات وهي الأول من يونيو المقبل فبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عجز في سداد الكثير من التكاليف وأيضا حتى دفع رواتب الموظفين أذهب الآن إلى البنتاغون ومن هناك فاجباعي مرحبا بك ما الجديد أيضا هذا اليوم من البنتاغون نعم وزير الدفاع لويد أوستن استقبل صباح اليوم في البنتاغون نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع البولندي ماريوس بلازاك وبطبيعة الحال تركزت المباحثات على تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا لسيما على الأمن في أوروبا وتحديدا الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي النيتو لويد أوستن ثمن الدور الذي تقوم به أوكرانيا أو عفوا بولندا في تسهيل إيصال المساعدات لأوكرانيا حتى أنه قال لو لا هذا الدور لما تمكن المجتمع الدولي من القيام بما فعله من أجل مساعدة أوكرانيا على رد الغزو الروسي أيضا أوستن أعلن عن تجديد اتفاقية التبادل الدفاعي أو العسكري بين الولايات المتحدة وبولندا وهذه الاتفاقية تعمق كما قال أوستن التعاون الثنائي الدفاعي والأمني بين البلدين وزير دفاع البولندي من جهته أكد بأن الحرب الروسية على أوكرانيا خلقت مناخا أمنيا جديدا في أوروبا لا سيما على الجناح الشرقي للنيتو أيضا قال بأن هذه الحرب عززت العلاقة الدفاعية والشراكة بين الولايات المتحدة وبولندا وأكد بأن بلاده تواصل الجهود لتعزيز قدراتها الدفاعية وللتعامل مع هذه التحديات الأمنية الجديدة وطبعا من خلال التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والحصول على المعدات والأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة شكرا جزيلا لمراسلين وفاج باعي من البنتغون وهيشان برار من البيت الأبيض